لا يوجد موطئ قدم في العراق إلا وتحته حكاية حضارية متجذرة في عمق التاريخ تتكلم بلسانها مئات المواقع الأثرية على مختلف الأزمان التي شهدت نشوء ممالكة وأفول أخرى لتبقى آثارا شهدة على عراقة البلاد الممتدة بين دجلة والفرات ومنذ الغزو الأمريكي أصبحت هذه الآثار مشاعا للتخريب والسرقة والنهب والتنقيب العشوائي يتم بعض ذلك بدافع الطمع لكن أغلبه مبني على خطة مدروسة ممنهجة تهدف إلى تزوير تاريخ العراق وتهميش دوره الحضاري بما يؤثر على انتماء أبنائه إليه وفي الأعوام الأخيرة خصوصا تلك التي أعقبت العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش فما إن سيطرت الميليشيات على مناطق الآثار حتى نشطت عمليات سرقة أهم القطع الأثرية وأصبحت تجارة رائجة لها أطراف مرتبطة بشخصيات متنفذة في الحكومة كما لها صلاة مع سماسرة خارج العراق يتاجرون بالآثار المهربة المشكلة ليست متعلقة فقط بنهب القطع الأثرية النفيسة وإنما تتعلق أيضا بالمواقع الأثرية التي لم تشهد عمليات ترميم حقيقية منذ الاحتلال الأمريكي وتمر حاليا بمرحلة إهمال شديد كان لها أثار سلبي على قطع السياحة فلو أن هذه المواقع الأثرية تم استغلالها بشكل صحيح لجذبت ملايين السياح وأصبحت موردا ماليا مهما لخزينة الدولة بدلا من الاقتصار على إرادات النفط لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية دقت ناقوس الخطر بشأن مئات المواقع الأثرية التي أصبحت معرضة للانهيار محملة المسؤولية لوزارة الثقافة التي تركت هذه المواقع الأثرية عرضة للتخريب والسرقة والظروف البيئية القاسية أزمة قطاع الأثار في العراق تأتي بالدرجة الأولى من عدم وجود منظومة حاكمة ترتبط ثقافيا وتاريخيا بالعراق وتدرك القيمة الحضارية لهذه البلاد